وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث يعني لم يرفث يعني لم يجامع وهو محرم بعمرة أو حج ولم يفعل مقدمات الجماع ولم يقل قولا فاحشا إخوان المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء أسدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه أنه قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم ونبينا رسولنا حبيبنا شفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كاد أن يختزل مقصد بعثته فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق نعم أيها الكرام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ثابت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق لم يفسق أي لم يجهر بمعصية الله عز وجل طب الحالق لحيته وماشي كده هذا جهر بالمعصية نعم طب من أسبل إزارة وماشي كده هذا جهر بالمعصية نعم طب واللي بيدخن كده وماشي هذا جهر بالمعصية نعم لأ وتجد شاب أعطاه الله صحة وقوة وفتوة وجمال ونظار ولبس سلسلة في رقبتين يا ابني أنت يعني مسلم رضيط بالله ربه وبالإسلام دينه وابن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله طب يا ابني يا حبيبي لا يجوز لك أن تلبس سلسلة في رقبتك وتتشبه بالنساء لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال يقول أنا ليس قصدي أن أتشبه بالنساء يا ولدي إن الله خلقك رجلا فلا تقلد الكفار أنا أريدك أن تكون صاحب شخصية قرآنية نبوية سلفية تتبع فيها إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم مش تتبع فيها الكفار لا تتبعون سنة من كان قبلك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا زحر ضب لا دخلتموه يا ولدي إياك أن تفكر أن أنت يعني ما نكونش شيك كما يقولون بالعجمية ولا موديرن ولا إتيكيت ولا هاي لايف إلا إذا تشبهت بالكفار فلبست في إيدك حضاضة وفرقابتك سلسلة لا 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 والله هذا لا يليق بك أبدا إذا كنت تريد أن تكون رجلا فإن هذا ليس من شيء من شيء من رجال لا هذا ليس من شيء من رجال فكن رجلا واخلع فورا هذه السلسلة التي في رقباتك إن كنت رجلا اخلعها فورا أي نعم أيها الحبيب إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه الإنسان ينزل من بطن أمه لا زنب عليه ورحم الله من قال أنت الذي ولدتك أمك باكية حينما تنزل من بطن أمك ذكرا كنت أو أنثى تنخس فتصيح تصيح تبكي فالأهل يسعدون واطمئنون أنك بخير طب لو نزل الجنين الطفل نزل دون أن يصيح يحضرون الطبيب فورا فأن تصيح هذه علامة أنك بخير فأنت الذي ولدتك أمك باكية كل واحد نخس إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا يضحكون سرورا بمقدمك فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أن تضحك المصورة يعني يوم موتي أموتك الناس يبكون وأنت ترى قبرك روضة من رياض الجنة فتصر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها أكراهية الموت يا رسول الله قال لا إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه وأنت على السرير في المشتشفى على السرير في داركم وأنت في الطائرة وأنت في السفينة وأنت في السيارة جوا برا بحرا أي أن كانت لحظة موتي أو موتك ترى مقعدك في قبرك هل هو روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر الله فإن كان روضة أحببت لقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءك وإن كان عياذا بالله حفرة يعني كرهت لقاء الله فكره الله لقاءه فأنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فأمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مصرورا أيها الكرام نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال في صحيح مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة والحجيج على عرفات شعثا غبرا تجرد من ثيابهم فالرجال لا يلبسون إلا الإزارة والرداء والنساء بملابسهن وإذا بالجميع يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا بهم يقولون يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإذا بهم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر